موسيقى صباح الهنة وصباح الجمال وصباح التفاعل وصباح السعادة وصباح حصن الظن بالله أهلا بكم في حلقة جديدة من البلد يوكا المعنونة على شبكة قناة BNC وبالأخص BNC Food أقوى قناة طبخة مصر النهاردة إن شاء الله بإذن الله يوم السوشيال ميديا كان مفروض أنه يكون يوم مبارح بس طبعا الدنيا عارفين بقى الدنيا برد وواحد ما بقاش مستحمل تغيير الفصول واللي إحنا فيها دي ربنا يا ربي يشفي كل مريض ويحميكم كل شر يا رب فالمفروض أنه كان عندنا سوشيال ميديا مبارح فإن شاء الله جلناه للنهاردة بإذن الله عايزة أشوف أسئلكو كلها على السوشيال ميديا على الفيسبوك أو على انستجرام شفت الأسئلة بتاعيكم كلها مبارح شفت الكومنتات الحلوة شفت الكلام الحلو جدا اللي يجبر بالخاطر ربنا يجبر بخاطركم يا رب اللهم أمين وهحاول النهاردة بقدر الإمكان إن إحنا نجاوب على أكبر قدر من الأسئلة وبإذن الله اللي مش نقدر نجاوب عليه هنبدأ إن إحنا على مدار الإسبوع زي ما تعودنا إن إحنا نقول يعني كل حلقة كده نجاوب على سؤالين ثلاثة من الأسئلة اللي جات لنا يومكم كله خير وبرك يا رب قبل ما نشوف عندنا إيه النهاردة في الوصفات بتاعتنا انتوا عارفين أن يوم السوشيال ميديا بنحتاج إن إحنا نعمل وصفة أو وصفتين بالكتير علشان يبقى فيه وقت أكبر للإجابة على أسئلة حضرك بس قبل ما نشوف المنيو بتاعنا النهاردة أو مطبخنا في إيه عايزة أفكر حبيبنا ومشاهديننا بكل مكان بالأرقام اللي تزهر معانا على الشاشة من أي رقم أرضي على زيرو تسعمائة تسعة سبعمائة وعشرة ومن أي موبايل على سبعتاشر عشرة في انتظار مكلمة كل تساعدنا دايما إن شاء الله طيب النهاردة مطبخنا إيه وقبل ما نتكلم عن مطبخنا ونشوف اللي موجود فيه النهاردة أصبح على حمدي وقوله صباح الفل يا حمدي صباح لها أنا على عيونك صباح الجميل حبيبي تسلمني النهاردة هنعمل إيه؟ هنكسر الروتين برضو بتاع الفراخ أسهل حاجة إن إحنا نعمل فراخ بس أصعب حاجة إن إحنا نقول هنعمل بيها إيه؟ النهاردة هنعمل وصفتين لتنين إن شاء الله محببين واحدة اللي بيحب المعجنات جدا وواحدة اللي عايز حاجة يعملها مثلا إيه؟ ما تيجوا نعمل بني ومقارونة لا النهاردة هنستخدم صدور الفراخ هنفرومها وهنعمل بيها كفتة هنعمل كفتة فراخ هنسويها في الفرن وهنشوف شكلها يبقى عاملة إزاي والتقديم بتاعها كمان شكلها حلوة قوي وهنشوف مقادرة تبقى عاملة إزاي والناس اللي بتحب المعجنات هنعمل لهم فطيرة حلوة جدا مقادرة العجينة سهلة قوي مفهاش تشكيل يدوب هنعمل الحشوة نسيبها تبرد حشين العجينة عملنا فطيرة استويت قطعناها صرايح وساحتين معافية على قلبك يا رب هبدأ بالعجينة أو هبدأ بالمقدار اللي هو أو الوصفة اللي هي معجنات علشان هبدأ هشتغل في الحشوة وبعد كده على ما نعمل العجينة تكون الحشوة بردت معنا أهم حاجة لو هنعمل حاجة فيها حشوة أو معجنات بالأخص لازم الحشوة تكون بردة خلوا بالكم الموضوع ده كويس قوي معي شخص ده يا سخنة وحطها في العجين تبدأ إن هي تبوش للعجينة معي لأ أنا عايزة تطلع لي وصفة في منتهى الجميع قبل ما أبدأ في أي حاجة فرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200 درجة حرارة 200 طيب تعال كده يا حمدي ننزل مقادرنا وبعد كده إيه نشتغل فيها أنا حطة زي ما أنتم شايفين كده طوصة أو وقق أو حل أو أي إن كان حاجة غويتة علشان أشتغل فيها وعمل فيها الحشوة ومحضرين العجين ما عندناش عجين يبقى هنعجن عقدينا ربنا يديكوا الصحة ويقويك يا رب طيب مقادرنا بتقول إيه يا حمدي في فتيرة الفراخ اللي إحنا عاملينها النهاردة طيب هتنزل أول مقادر اللي عجينة نتكلم عنها ونشوف الاستندر الأساسي موجود معنا إيه ونشوف الزيادات اللي إحنا عاملينها معاها كمان إيه طيب مقادرنا تنزل على الشاشة واستاذناك يا حمدي نسيبها شوية عشان أمهاتنا اللي بيكتبوا معانا بالروح فتيرة تسلم لي فتيرة بالدجاج أو فتيرة بالفراخ معي خمس كبيات من الدقيق خمس معالق كبار حليب بوضر معلقتين كبار من الخميرة ثلاث تربع كباية من الزيت كباية ونص مياه دافية معلقة كبيرة زبادي وبضاية طيب إحنا معلش هحققوا علي نسيين معلقة سكر في العجينة معلقة سكر تسلموا لي دي مقادر العجينة وهنتكلم عنها بالتفصيل ونشوف الاستندر الأساسي بتاع العجينة بتاعتنا موجود هنا إزاي وإيه الإضافات اللي إحنا حطينها عليه طيب معانا إيه كمان يا محمد في الحشوة الحشوة بتاعت الفراخ معانا على الشاشة معايا نص كيلو صدور فراخ طيب صدور الفراخ دي هتكلم عنها بالتفصيل صدور الفراخ دي وأنا لازم أجيب صدور فراخ لأ إنت لو عندك أصلا فرخة سلقاها ممكن نفصصها عندك نص فرخة مثلا مشوية أو كنت عاملة فراخ مشوية وفضل منها وركة أو سد ممكن إن إحنا معلقة كبيرة سكر ممكن إن إحنا نشيل الجلد من على الفراخ ونبدأ إن إحنا نقطع الفراخ كده ننسلها أو نفصصها علشان نستخدمها في الوصفة فمش شرط إن إنت تجيب صدور فراخ علشان تعملي بيها الوصفة بتاعتنا ممكن الوصفة بتاعتنا النهاردة دي تبقى عبارة عن إعادة تدوير فمش شرط إن إحنا نجيب لها الحاجة من الأول وجديد طيب معايا نص كيلو صدور فراخ مسلوق ومتقطع معايا ربع كيلو ماشروم شرائح معايا كمان كباية فلفل ألوان مفرومة ومعايا كمان بصلايا مفرومة معلقتين كبارطوم مفروم كبايتين جبنة متزرلة ومعايا كمان بهارات مشكلة رشة جوستيب رشة بابريكا ومالح وفلفل أسود ده الحشوة بتاعتنا طيب قلنا قبل كده كذا مرة يا حمدي إن إحنا لما يكون معنا حشوة اللي موجودة عندنا في البيت نعمله يعني إحنا لو ما عندناش فراخ عندنا لحمة مفرومة متعصجة هتمشي عندنا ميكس جبن وبصطرمة وبيد هتمشي أي إن كان حاجة فيها حشوة يبقى اللي إنتوا عايزينه اعملوا بيه طيب الوش عندنا النهاردة مستخدمة بيد مستخدمة قهوة سريعة الدوابان سمسم حليب حبة البرقة طيب نونا ما عنديش سمسم وحبة البرقة ما فاش مشكلة شي ليهم ما عنديش ما بحبش البيد على الوش وما بحبش النسكافية علشان فيه متصلة قبل كده اتصلت بنا وقالت أنا ما بحبش النسكافية أو القهوة سريعة الدوابان علشان نسبة الكافيين اللي فيها علشان الأطفال اعملي بحليب بس اعملي بصفار بيضاية مع حليب وحطي رشة بانيليا كل دوة تماشي رشة فلفل اسود بسيط علشان الزفارة هو احنا ليه بنحط النسكافية أو بنحط اللي هي القهوة سريعة الدوابان تسلمني ليه بنحط النسكا فيها والقهوصلات الدوابان علشان الزفارة بتاعت البيض دي حاجة تاني حاجة علشان يدي لون حلو طيب أنا مش عايزة نعم ليه بنحط البيض علشان يدي شكل كويس ممكن إن إحنا ما نحطش البضاية أصلا هلا بتقول ليه بنحط البضاية أصلا ممكن ما نحطش البيض أنا ممكن إن أنا أخد القهوصلات الدوابان مع الحليب بس تديني لون لو فيه ناس ما بتحبش زفارة البيض أنا واحدة من الناس ما بتحبش الحاجة تبقى مدهونة بيد لكن في فطير لو انا حطى لها اهوة سريعة الدوابان انا متأكدة ان انا مش هشم بروح تلبيت فيها فعندوكو كذا اختيار مش شرط ان الحاجة الموجودة يبقى لازم تعملو زيها بالزبط ممكن لها بداية ما عنديش سمسي محبة البركة نونة وهعملها سادة مفاش اي مشكلة مش هتقولك لأ الحشوة ما عنديش فراخ مفاش اي مشكلة حط لحمة مفرومة واخط ميكس جبن ما عنديش جبنة متزرلة ما تحطهاش عندك حتي تجيبنة رومي في التلاجة وبسورية ودخليها في المقادير ما عنديش ماشرم مفاش اي مشكلة شيليه وخط اللي حشوة اللي تعجبك اللي موجود عندكو في البيت وظفوه اللي موجود عندكو في البيت اشتغلوا بيه مش شرط ان انا قلت الحشوة تبقى كذا يبقى انتو حملو نفس الحشوة اللي موجودة فرضاً ما عنديكش فلفل الوان وعندك قرني فلفل اخضر واحد مش هتنفع اه طبعاً هتنفع فاللي عندنا في البيت هنوظفه تمام طيب العجينة بقى اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة وحمد نزلها لنا مرة تانية مذكور طبعاً طيب العجينة بتاعتنا كانت بتقول ان احنا معينا خمس كبيات مية دقيقة احنا الاستندرل الاساسي اللي احنا تكلمنا عليه قبل كده مش هعمل كده علشان بيقولون انا بخمس فيه الشكر الخمس مكونات الاساسيين بتوع العجينة احنا قلنا دقيقة خميرة سكر رشة الملح ومية دافية المية دي ممكن ان انا ابدلها بحليب يبقى ان كده خمس مكونات الصينة تعالوا كده نسوف الاستندرل الاساسي بتاع العجينة النهاردة فين ادي دقيقة خميرة وادي سكر ورشة ملح المفروض ان هي تبقى موجودة تمام ادي كده ايه واحد اتنين تلاتة ناقص المية الدافية والملح يبقى انا كده الاستندرل الاساسي عندي موجود مقادين العجينة فيها كباية ونص مية دافية يبقى أنا كده الأساسي عندي موجود طيب إحنا قلنا إن فيه كمان زيادات الزيادات أو الإضافات دي أنت اللي بتتحكمي فيها أدم ده موجود يبقى أنت كده ضمنت عجينة تمام لكن الإضافات دي أو الزيادات دي أنا اللي بتحكم فيها النهاردة الإضافات جابرة عن إيه؟ زيت حليب بودر معلقة من الزبادي وبضايا طيب أنا لو ما عنديش اللي هو ده أبدأ إن أنا أعمل الفطيرة بالاستندر الأساسي بتاع العجين آه طبعا طيب أنا ما عنديش مثلا حليب بودر وإنتي مستخدمة في العجينة مية ينفع إن أنا شلي الحليب البودر وعجن بحليب سايل بدل المية آه طبعا ينفع إن أنا ما حطش البضايا آه طبعا طيب ينفع إن أنا لو عندي ما عنديش زبادي وعندي يعني ربع كباية لبن رايب ينفع إن أنا حطها في العجينة آه طبعا طيب ما عنديش لبن رايب ولا زبادي ولا حليب بودر حطي معلقتين ميونيز كل دي ينفع للعجين ولو مش عايزة أي إضافات خالص حطي الاستندر للأساسي بتاع العجينة اللي هو الخمس مكونات هيطلع معاك عجينة زي الفل نبقى كده عندنا المقادير بتاعتنا موجودة والبداية اللي بتاعتها موجودة ومتوقفيش نفسك على حاجة طيب عندي طاصة على النار بتسخن قوي هبدأ إن أنا مش هشتغل في العجينة دلوقتي طبعا إحنا عاملين نسخة منها متخمرة بس هشتغل في الحشوة علشان تبدأ إن هي تبرد معي طيب هاستخدم الزيت أنا مسخنة عندي الطاصة أو الحلة قوي بسم الله علشان تصرعلي عملية التسوية شوية وطبعا أنا عندي الفراخ مسلوقة ومتفصصة وزي ما قلتلكم مش شرط إن تجيبوا صدور لأ ممكن يبقى عندك بواء فراخ ممكن أن تستخدميها في الوصف طيب معنا إن الفراخ عندي مسلوقة يبقى أنا مش هديها صدمة علشان ما تنزليش مي طيب أنا هنزل بإيه الأول؟ هنزل بقى بالمقادير بتاعتنا العادية هندي بصل ومشروب وطوم وعندي فلفل ألوان تلات ألوانهم يبقى هنزل بدول الأول على الزيت مع التوابل بتاعتنا وبعد كده أروح نزلة بالفراخ في الآخر ليه؟ علشان هي مسلوقة طيب نونا لو أنا ما عنديش بواء فراخ ومش سلقى الصدور دي والفراخ أصلا أنا جايباها صدور ونية وهاعمل الوصفة اللي أنت هتعمليها دي وعايزة أعمل الحشوة أعمل إيه؟ يبقى هبدأ بالفراخ الأول هنزلها مع الزيت السحنة أو الزبدة وزيت أو سمنة بس وديها صدمة مع رشة فلفل أسود تتشمع معايا وتتقفل المسام بتاعتها علشان ما تنزلش ميا الحشوة بتاعتنا النهاردة مش عايزة يكون فيها سويل مش عايزة يكون فيها سويل ليه؟ علشان ما تخرمليش العجينة وفي نفس الوقت ما اضطرهاش طيب هنبدأ كده بسم الله أنا هنزل بالمشروب الأول لما بيكون الوصفة فيها مشروب بحب أنزل بيه هو الأول علشان يتغيى اللونه الملح والفلفل لسود فيني معانا مين يا هلا؟ لقاء؟ لقاء ولا نقاء؟ نقاء بالنون صباح الفل يا نقاء صباح الفل يا جسنون عامل صباح الهنا والجمالة عليك يا حبيبتي عامل ايه؟ الحمد لله أنا بحبك قوي 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 بجد ومش بحبك حبيبتي الله يسعد قلبك تسلميلي هتحرمش منك تسلمي انتي والله بحبك مش قد رقولي بحبك قد إيه؟ تسلميلي اسمك حلوة قوي على فكرة ما شاء الله شكرا ليك انتي بقاء أحلى والله حبيبتي الله يسعد قلبك يا نقاء يا رب موريني حبيبتي ليك اي طلبات؟ عز أسأل على طريق عمل مصك البشرة الدهنية لتفتحها عناية لتنين استنيني في فكرة السوشيال ميديا وهقولك حالا يعني ما نيجي نوصل لفكرة السوشيال ميديا هقولك عناية لتنين يا حبيبتي نورتيني اكتبي عندك يا هالا بصوا كده حطينا المشروم رشن الفلفل الأسود ليه حطيت المشروم الأول قبل البصل علشان البصل فيه سوائل لو نزلت بعدها المشروم مش هيديني التشميع واللون الحلو والتشويحة اللي انا عايزها زي ما انتوا شايفين كده قادي المشروم مجرد ما تغير اللون بتاعه كده مع رشة فلفل الأسود ابدأ انزل بالبصل نزلنا بالبصل التون بعديها وابدأ انزل بالتوابل بتاعتنا قبل ما نزل الفلفل ليه عملت حاجة زي كده علشان انا عايزة التوابل ريحتها تطلع مع البصل ومع التوم قبل ما ينزل عليهم الفلفل وينزل هو كمان سوائل والضيع لريحة التوم اللي انا محتاجها بصوا شكلها عامل ازاي الكلام اللي انا بعمله ده علشان الفراخ عندي مسلوقة ومتقطعة طب يانونا لو الفراخ مش مسلوقة ومتقطعة ولسه نية وهعملها اول باول او هعملها جديدة يبقى ننزل بالفراخ الاول تاخد صدمة مع رشة فلفل اسود وبعد كده نبدأ ننزل بباقي المكونات بالشكل ده كده وننزل بقى الفلفل ونديله تشويحة حلوة قبل ما ننزل الفراخ ونصبح على ام سندي صباح الفل يا ام سندي ازايك حبيبتي اخبارك ايه عامل ايه استغذنك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون وطي التلفزيون حبيبتي تسلميلي انا بحبك جدا يا سفنونة حبيبتي الله يسعد قلبك تسلميلي يا رب الله يسعدك ربنا يخليك يا رب حبيبتي بس انا عايز ازا حضرتك اللي تقولينا عن التمية التمية عنايا الاتنين حاضر عنايا ليك يا عايزة ربات تانية ربنا يخليك يا رب حبيبتي ويخليكي نورتيني اكتب يا عندك يا هالة بصوا شكل الحشو عاملت ازاي يا حمدي تعالوا بقى دلوقتي ننزل بالفراخ اللي احنا مقطعينها وهي مسلوقة طيب قولنا في الاول خالص عشان اللي ما تبعش معانا من الاول ان الفتيرة اللي احنا بنعملها النهاردة تعتبر اعادة تدوير للحاجة اللي موجودة عندنا يعني ايه اللي بتقولي ده يا نونة يعني هناخد بواقع التلاجة نعملها صنف حلو جدا يبقى قضى يوم غدا وصحتين وعافية على قلبك يا رب بالشكل ده كده معانا مين بصوا كده طب يا نونة انا عندي دلوقتي في الفريزر مثلا معايا في الفريزر حبت لحمة متعصجين او حبت فراخ متعصجة وكنت بعمل بها نجريسكو وطلعتهم كده لقيتهم دبلانين وشكلهم مش مصحصح كده ولو حطيتهم في الحشوة انا مش هبقى مبسوطة اصحصح الحشوة دي ازاي طيب هتروحي مقطع حضرتك كده ارنين فلفل ملونين مع حبت بصل مع فاصي توم هتصحصحي الحشوة هتدبل ده كله كده مع بعض وفي الاخر خالص تحطي الحاجة اللي انت طلعتيها من الفريزر هتلاقيها بدأت ان هي الحشوة نفسها تكتر اللوم بتاعها صحصح وتحس ان انت اكنك لسه عاملة الحشوة جديدة نصبح لما اميره ان الله صباح الهنة الو صباح الخير يا شوف نونة صباح الهنة والجمال على عيونك حبيبتي عاملة ايه؟ تمام الحمد لله حضرتك عاملة ايه؟ انا بخير يا حبيبتي تقول ما انت بخير الله يسعد قلبك يا رب تسلميني يا رب دايما من وراء الشاشة حبيبتي ده نورك من وراء بيك والله يسعد قلبك كنت عايزة رقم حضرتك بس يا ريت يا ريت ضروري يعني حاجة عايزها ربنا يكرمك وقفلك دايما ولاد الحلال كنت عايزة رقمك ضروري ضروري طب استعزينك سيبي رقمك مع هالة وانا هكلمك انا بعد الهواء ممكن نورتيني بصوا كده طبعا الفراخ عندنا مسلوقة فمستوية والحشوة يدو بتشوحت وانا مش عايزة اكتر من كده هشيل كده من عنار وهبدأ ان انا اروح جايبة طبق وهوي عليه الحشوة يعني اهوي عليه الحشوة انا مش عشان طبعا احنا وقت الهواء بتاعنا فانا عايزاها ان هي تبرد اسرع بصوا مفيهاش اي سويل بصوا الحشوة ناشفة ازاي وشكلها في منتهى الجميل طيب بالشكل ده كده ولازم تكون برده طيب هعمل كده انا عايز احطاب الفريزة يا حمدي امان هحطاها في الفريزر علشان تبرد معي لكن انتو عندكم في البيت مش مضطرين تحطوها في الفريزر علشان تبرد انا حطيتها في الفريزر علشان وقت حلقتنا عندكم ممكن تسيبوها تبرد خالص او تعملوها على ما تتخمر العجينة والكلام ده كله هتكون معاكو بردت مش تحتاجوا تحطوها في التلاجة او في فريزة طيب هنيجي دلوقت للعجينة طبعا انا عامل عجينة مخمرها علشان طبعا اكيد مش عاملها في معاكو واسيبها تتخمر قبل ما اطلع الفاصل هنحط مكونات العجينة كلها في العجان وشغل عليها ونرجع نشوف هنعمل الحشوة بتاعتنا الزيت تكون هي بردت شوية ونبدأ نحشيها طيب عندي كده بسم الله معنديش عجان يانونة اعجيني على اديكي مفاش اي حاجة بسم الله قل ان احنا عندنا خمس كبيات من الزقيق بالشكل ده كده ننزل معليهم بالخميرة وادي السكر رشة الملح يبقى انا كده اربع مكونات من الاستندر الاساسي بتاع العجين بتاعنا فاضله ايه فاضله المياه الدافية طيب قبل ما احط المياه الدافية واسوف المقدار اللي هياخده قد ايه هابدأ اعمل كده زيت حليب بودر نكلم مين يا ماما ونصبح على سلمة ونقول له صباح الهانا يا سلمة وقادي البداية معلقة الزبادي صباح الجمالة على عيونك حبيبتي اخبارك ايه الحمد لله مايس انا بحبك قوي 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 مش عارفة اوصف لك ازاي حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب ما تحرمش منك ابدا تسلمي ده سمحت يشوف نونة عايزة طريقة عمال الزلاب عناية الاتنين حاضر احلى زلاب يا الاحلى سلمة في الدنيا ديكي طلبات تانية حبيبتي الله يسعد قلبك تسلمين نورتيني يا حبيبي بصوا كده انا حط هنا بضاية وحط معلقة زبادي وحط زيت كل ده سويل فانا لازم قبل ما حط اي مايا ولا اي سويل تانية ابدأ ان انا اشغل على ده واشوف هي هتحتاج مني سويل تانية قد ايه اشوف هتحتاج مني سويل تانية قد ايه طيب انتو شايفين كده اهون ادي كوباية حاضر ثانية واحدة دي مية صخنة ودي مية من الحنفية علشان انا محتاجة مية دافية ماينفعش احطها من الحنفية على طول هتاخد وقت جامد قوي في العجينة وماينفعش ان انا اخدها من الكاتل على العجينة على طول تموتني الخميرة ومش هتنشط معي فالمية تكون دافية بالشكل ده طيب هابدأ ان انا اشغل على العجينة واشوف الخليط بتاعها لما يلف هيحتاج مني مية قد ايه ما زودش اي مية خالص الا لما شغل احسن انا عندي سوال زي ما قلتلكو بضاية وزبادي وزيت فهاخلط الاول واشوف هتحتاج قدي بسم الله زي ما انتوا شايفين كده بص يا حمدي معايا بصوا انا بدأت ان انا ايه خلطت المكونات كلها ونزلت بالمية شوية طيب ايا كده خدت قدي ايه ان انا مية انا لسه ماينفعش ان انا حددها دلوقتي ليه علشان هي لسه ما تعجنيتش فانا هعمل كده وهشغل وازود مية شوية شوية ما نزودش كتير عشان ما تحتاجوش ان انتوا تحطوا زي زيادة لو سيلت معاكم فهبدأ ان انا ازود شوية شوية نطلع فاصل على مدى ان انا احط مقدار المية وخلوا بالكم انا ممكن مقدار المية مثلا اياخد نص كباية ممكن مع حد تاني اخد كباية حد تاني اخد ربع كباية بيختلف من كسافة الزيقق لزيقق فعشان كده مقدار المية ما بيبقاش كل واحد هبدأ شغل كده ونطلع فاصل نرجع من فاصل نشوف شكل عاجين ايبقى عامل ازاي اهم حاجة تتخدم كويس ونرجع تكون الحشوة بردت نبدأ نعمل فترة بتاعتنا كل ده بعد الفاصل او اتراف اي حتا ونستنينكم ورجعنا من الفاصل قبل ما آفتح العاجينة كده تعالي يا انظي بص معايا بسم الله طبعا طول مدة الفاصل وانا مشغلة على العاجينة بتاعتنا بسم الله رحمة الرحيم مزودتش اي حاجة ولا عملت اي حاجة كل اللي انا عملته ان انا سيبت العجين شغلة عليها علشان تتخدم بقصة خده بسم الله ده اللي انا عايزي علشان كده بقول ان احنا نزود الميا شوية شوية علشان ما زادتش مننا لو زادت مننا هتسيل لو زادت منينا هنتطر إن إحنا نزود دقيقة وإحنا مش هايزين حاجة زي كده فنبدأ إن إحنا ننزل بالماء شوي بصوا الفايدة من إن إحنا نخدم العجينة وتتعجن كويس قوي بصوا التراور اللي فيها عامنا إزاي بالشكل ده كل اللي محتاجة لعجينة إن هي تتخمر عجينتها نعمة وفي منتهى الجمل منحطها في البولة بتاعتنا أو في الحلة بتاعت العجين ممكن إن إحنا ندهنها زيت بس هي مكافية نفسها بنفسها يعني مش محتاجة كمان دهنة الزيت بس احتياطي ممكن دهنة زيت أو راش الدقيق ونبدأ إن إحنا نغطيها علشان تتخمر براحتها طيب هنيجي دلوقتي إحنا طلعنا الحشوة من فريزر بعد ما بردت وهبدأ دلوقتي أوريكو العجينة اللي متخمر بسم الله وإحنا بنفضل عجينة بتاعتنا كده إحنا من التشكيل بتاعنا سهلة قوي مش محتاجة إن أنا أفنانة تشكيلية علشان أعمل عجينة بتاعتنا النهاردة هنشوف هنعمل إيه إداية مخصولة وزاي الفل كل اللي أنا هعمله على ورق زبدة اللي هي بتاعت الصاج اللي هسوي فيه بص يا حمدي الله هو أكبر بصوا ما فيش حاجة لازقة في البولة ولا أي حاجة بص يا حمدي بسم الله ما شاء الله شايفين شكلها أعمل إزاي حاجة كده زي ما بنقول ملبن طيب وإحنا بنعمل العجينة كده بتاعتنا نصبح على مين يا هلا نصبح على مين ونصبح على ممحمد ونقول له صباح الفل يا ممحمد عاملة إيه إزاي حضرتك عاملة إيه الحمد لله يا رب تكوني بخير دايما حاببتي الله يسعد قلبك يا حيوت يتحرمش منك يا رب معناية لتنين حاضر لك طلبات تانية طيب تمام هي طلبة مقدير العجينة تانية حمدي بص كده يا ممحمد بص أنا عملت إيه حطيت العجينة على ورقة الزبدة اللي أنا هبدأ إن أنا أسوي فيها وكل اللي عملته عملت كده بطول الصاج نفسه وعلى الورقة الزبدة اللي أنا هسوي عليه بالشكل ده كده واروح جاي بقى الحشوة حطاها في نص حاضر كده بسم الله نصبح على مهدير ونقول له صباح الفل يا مهدير ألو وصلت حاولي تكلمينا مرة تانية حيبت نورتيني بصو خيدة حقك عليها ما خدت سبيلي مقدير معانا على الشاشة علشان حبيبتنا اللي طلبتها مننا مقديرنا بتقول إيه مقدير العجينة بتقول إيه يا حمدي خمس كبيات من الدقيق خمس معالق كبار حليب بودر معلقتين كبار من الخميرة ثلاث تربع كباية من الزيت معلقة سكر كبيرة كباية ونص مياه دافية وممكن أخدهم كلهم وممكن ما أخدهمش ومعلقة كبيرة من الزبادي وبضايا وطبعا رصة الملح ما تنسوهاش زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده هعمل إيه عملت الفطيرة فرتها على الصاج وروح تحت الحشوة في النص وعليها الجبنة المتزرلة على الوش بالشكل ده كده بالشكل ده اهي وهبدأ إن أنا أجيب الأطراف بتاعة العجينة ألمها على بعضها بصوا على ورقة الزبت بصوا كده بصوا كده الناحية الثانية ببدأ ان انا ألم كده واضغط كويس قوي علشان اقفل العجينة ببعضها فصلت ولا معينا شايفين ببدأ ان انا اضغط كده بالشكل ده من منظر ده كده انا كده قفلت العجينة بتاعتنا خالصا خلوا بالكو الضغطة دي نضغط كويس كده علشان اما تدخل الفرن ما تبدأش ان هي تفك منين بالشكل ده كده عندي معلقة من الحليب عليها بضايا وعليها القهوة سريعة الدوابية وابدأ ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض كده لحد ما يدوبوا ونصبح على اماني ونقول له صباح الهنى صباح الجمالة على عيونك حبيبتي عاملها ايه الحمد لله والله انا محبة جدا حبيبتي الله يسعد قلبك اسلاميل يا رب انا اول مرة اتكلم في التليفون ومموت فيك مموت فيك خالص وان شاء الله مش اخر مرة تنوريني على طول باتصالك ان شاء الله ان شاء الله يا رب يجعني اموريني حبيبتي الله يسعد قلبك اموريني يا اماني انا بحبت جدا بص ممكن لطريقة الدولات عناية الاتنين حاضر اكتبي عندي كهالة عيوني عيوني يا اماني نورتيني يا حبيبتي باتصالك نورتيني بصوا كده ببدأ ان انا اعمل كده قلنا البدايل بتاع الدهن الوش دي لو انا ما بحبش استخدم القهوة سريعة الدوابان ممكن نعمل حليب مع بضايا طيب ما عنديش عايزة مش عايزة بيت خالص يا نونة ممكن نعمل حليب مع معلقة زبدة ممكن نعمل حليب مع قهوة سريعة الدوابان ممكن ان احنا نعمل دهنة زيت دهنة سمنة زي ما انتوا عايزين ونصبح على المو عمر ونقول له صباح الهناء الو عيوة معاك يا سيسة نونة صباح الجمال على عيونك يا ام عمر انا ما اعتملك يا سيسة الله يخليك يا رب حبيبتي الله يسعد قلبك اقموريني يا سيسة انا اعتمد انك ثلاث طلبات عناية الاثنين عشرة مش ثلاثة اقمري يا ربي خليك يا سيسة اول طلب بالله عليك بس بالله عليك تحاج جمي يا سيسة اقموريني والله لو فيما قدرت مش اتأخر اقموريني المسكر الزق عملته يفع يتغسل ميدة لأ ثانية ماسك الرسطه اختك عملته ايه اخت عملته يفعل تبايت على شرطة ولا يتغير تالي. لا ما يباتش. يبات ليه? لا ما يباتش. هتبايته ليه طيب قليلي? اه ميتة وبيتها بياسة. لا هو ما يباتش على وشه. ها الطلب التاني ايه قليلي? الطلب التاني عزة مصر بزور الشيئة. بزور الشيئة حاضر اكتبي عندي كهالة علشان في فقرة السوشيال ميديا نقوله. عناية. ده الطلب التاني. الطلب التاني ايه? الطلب التاني والاخر وبالله عليك يا شبك تتكلميني بعد الهواء بالله عليك. سيبي لي رقمك مع هالة وعناية لاتنين حاضر. بس كده تؤمريني. عناية لاتنين. نورتيني يوم عمر. بصوا كده الفرن شغال عندنا على درجة حرارة متين. حتة التشكيل دي بقى بترجع لكم انتو اللي انتو عايزينه. مش عايزة تشكيلي خالص وعايزة تيباها زي ما هي كده مش هتقولك لأ. طب حمزي ايه رايك وحنا بنخلص الفترة بتاعتنا كده ننزل مقادير الكفتة الحلوة بتاعتنا دي. علشان نكسب وقت علشان يبقى فيه وقت لي حبايبنا. تسلم لعيونك يا رب. بصوا الفترة كده بتاعتنا بقت تمام وزي الفرن. ندخلها الفرن على درجة حرارة متين. شغال قبل اي حاجة علشان تستوي. حشو اللي جوه مستوية وزي الفل. فكل اللي انا محتاجه ان العجينة تستوي خلاص. طيب. يلا تعالوا نحطها. وحمد ينزل لنا مقادير الكفتة. علشان نشوف كفتة الفراخ النهاردة اللي هنسويها برضو في الفرن مقاديرها بتقول ايه? مقادير معانا على الشاشة ومقاديرنا بتقول ايه يا حمد. معايا كله صدور فراخ مفرومة. هتفروميها عند الفرارجي ماشي هتفروميها عندك في البيت في الكبه ماشي. معايا بصلتين مفرومين. وبقدونس مفروم. ومعلقتين كبار طوم مفروم. ممكن يكون سليم. علشان احنا كده كده اصلا هنحطه في الكبه عندنا. معايا كمان معلقتين كبار. فلفل حامي مفروم سبيسي. وممكن ان احنا نستغنى عنه. وربع كبايت بقسمات مطحون. وتلات معالق كبار زيت. وتلات معالق كبار زيت دول. ممكن ان احنا نستخدمهم في الوصفة. وممكن ان احنا ننزل بهم بس او نصبع بهم. ممكن ما نحطهمش في الكبه نفسها. وهنعرف دلوقتي مع بعض ليه? طيب معايا ايه كمان معلقتين كبار بهارات فراخ ومعايا معلقة كبيرة كسبارة نشفة ومعلاقة رشة من الزعتر وملح وفلفل اسود. معلش كلايا حمزي. تاني ممكن. معلش. علشان حبايبنا اللي بيطلبوا مننا ان هما بيكتبوا ورانا بالراحة. معايا كيلو صدور من الفراخ المفرومة بصلتين مفرومين. ممكن يكون البصل وكل المقادير الباقية سليمة. لان كده كده اصلا همشيهم في الكبه مع الفراخ. بس الافضل ان هما يكونوا كده علشان يبقى الخلطة كويسة. طيب لو انا هحطهم سلام. اعمل ايه? هحط الفراخ الاول? لا. انا هحط كل المكونات الاول اللي هي عزة تفرم اللي هو البصل والطوم والبقدونس والفلفل الحامي. والبهارات كلها. اخلط ده كله الاول. وبعد كده انزل بالفراخ المفرومة. علشان يشربوا من بعد كويسة. المقادير اهي معنا على الشاشة. وده اللي انا هعمله دلوقتي معاكم. بصوا كده معايا ايه? حمدي. بصوا كده ادي البصل. وادي. التوم. ومعايا الفلفل. لو مش عايزة تحطي فلفل حامي ما فاش اي مشكلة. معايا البقدونس. كل المكونات زي ما قلتلكم. عايزة اخلطها الاول كلها بالتوابل. علشان تبقى مديانة ما المس حلوة قوي. وادى الزعتر وزبرة نشفة وتكون نعمة قوي. بلاش ان هي تبقى خشنا شوية علشان ما بقاش فيها. اهم اللي هي القشرة دي عشان ما べكت تبقى كويسة يعني.. وادى مهارات الفراخ. معايا ملح وفلفل ونصبح على مين يا هالا؟ ونصبح على العمار ونقول له صباح الفل يا عمار ألو 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 صباح الفل حاول تكلمني تاني يا عمار حطينا ملح وفلفل أسود وحطينا بهارات الفراح وحطينا الطوم والبصل والبقدونس والفلفل الحين كل ده مع بعض نونة انت كتب في المقدير ان فيه شوية زيت هيتحطوا دلوقتي أنا حطى ان هما ثلاث معالق كبار وانا ممكن محتاجش الثلاث معالق كبار خلوا بالكم انا لسه ما حطيتش البقصمات البقصمات بنحط في الفراخ ليه؟ علشان او في اي كفتة علشان لو هي فيها نسبة دهون زيادة او حتى لو كفتة اللحم لو احنا هنعملها لو فيها نسبة دهون زيادة دي بتسيل معانا صباح الكفتة ما بنعرفش ان احنا نلمه او نصبع في حتيت البقصمات اللي احنا بنحطها دي علشان تلملنا صباح الكفتة واحنا بنشكل به بس معاني لو فيه بضاية لو فيه بضاية هتبقى معاكي مزبوطة ما بتحتاجيش كمية بقصمات كتير علشان كده كده اصلا البضاية اه بتبقى نوع من انواع السويل بس في نفس الوقت لما بتيجي تسوي بتستوي معاكي اسرع طيب حطينا التوابل كلها كده مع بعض والمكونات بتاعتنا و سايبه بره الفراح و سايبه بره البقدونس اللي بقصمات بسم الله بس و كده كده اتخلط كله مع بعض طيب انا كده يا نونة الدنيا بالنسبالي ابدأ انزل الفراخ اه ابدأ انزل الفراخ حبة حبة كده لحد العجينة كلها متلم بصوا كده هعمل ايه طبعا الكابة عندي مفتوحة من فوق و هبدأ ان انا اشغل واروح منزلة قطع الفراخ حتة حتة ليه علشان اتأكد ان هي اتخلطت كويس و ما تبقاش ان هي تقيلة على الكابة ما انا ممكن ان انا اروح منزلة كمية الفراخ كلها و اللي يتقلب يتقلب و اللي ما يتقلبش ما يتقلبش انا مش عايزة حاجة زي كده بصوا هنعمل ايه بسم الله اشتركوا في القناة شايفين كده لما بنزل جزء جزء ببدأ ان انا شايفة قدام الكابة بتاعتي او في الكابة بتاعتي شايفة ان كله بتخلد اول بول شايفة ان هو بتخلد كويس الحشوة مثلا او الخلطة مش متكومة كلها في جنب واحد وبقيت الفراخ بيضة لا خلوا بالكم الموضوع ده كويس طيب نونة انا مش هعمل كده او عندي الكابة بتاعتي صغيرة او المطحنة بتاعتي صغيرة و مش هينفع ان انا حط فيها فراخ اعمل ايه يبقى انا هعمل في الكابة الخلطة كلها اخلطها ناعم قوي مطحنها ناعم جدا و اروح حطاهم في بولا و احط عليهم الفراخ و ابدأ ان انا ادعك بيضايا فمالشرط ان يكون عندي الكابة زي ديها لشان تعرفي تعملي الوصفة بتاعتي تعالوا نكمل الخلطة بتاعها بسم الله اشتركوا في القناة كده كله اتخلط معايا و تمام و زي الفر والمفروض ان انا دلوقتي هشيلهم من الكابة و ابدأ اشكل الكفتة بتاعت طيب عندي حاجة من الاتنين حاضر يا حمدي بصوا كده انا دلوقتي محطتش اي بقصمات طيب هو انا بحدد ان انا هحط بقصمات او مش هحط امتى لما شوف القوام بتاع الكفتة نفسه هشوف قوام الكفتة نفسه انتو شايفين ان انا بتكلم اكتر ما بشتغل النهاردة علشان انا عايزة كل تكية و كل حاجة او كل تفصيلة توصل لكم مش ان انا حطيت الحاجة كلها على بعض في الكابة و رحت مسكاها مصباعة الكفتة و طلعتلكم في الاخر صنف و ادي الكفتة اللي احنا عملناها لا انا مش عايزة كده او ده مش ده اللي يهمني انا اللي يهمني ان انتو تبقوا شايفين الملمس والقوام اللي هنشتغل بيه علشان تشتغلوا بيه في البيت مع نفسكم طيب بصوا كده بص يا حمدي انا كده محطتش بقصمات ولا اي حاجة هعمل كده انا لسه محطتش بقصمات انا بنزل اهو الخليط كده كده علشان اشوف هدهن ايدي دهنة زيت ده بقى كمية الزيت اللي انا بقولكو عليها هدهن ايدي كمية من الزيت او دهنة زيت كده وهشوف اتشكلت معايا بسهولة و مش مسيّلة يبقى انا مش هحتاجة بقصمات معنا كده ان الفراخ اللي احنا فرمناها ما كانش فيها نسبة دهون كتيرة او ما كانش فيها سويل كتيرة وكانت مخصولة ومتصفية كويس طيب هعمل كده ختة حبة زيت في بولة عندي وهبدأ ان انا اعمل كده يا حمد بص معايا دهنة زيت في ايديا كده وابدأ ان انا اهو بصوا وابدأ ان انا اخد كده وهبدأ اعمل ايه اروح جايبة بصوا شكلت بسهولة ازاي مش مسيّلة طب ايه اللي اثبتني ان هي مش مسيّلة اكتر وان هي مش محتاجة بقصمات حاجة واحدة بسيطة عندي المسان او معلقة خشب او اي ان كان لو قلم وصاص حتى او قلم جاي فنخسله وهبدأ ان انا اعمل كده ادي جزء من عجنة الكفتة وراح عامله كده واشكل بالشكل ده كده بص كده سابت على المسان بص كده سابت على المسان كده سابت على المسان معنى ان هي مسكة في المسان وما سيلتش مني او ما نزلتش مني معنى كده ان القوام بتاعها مزبوط وزي الفل ندهن المسان نفسه زيت علشان لما نيجي نطلع صباح الكفتة يطلع معانا بسهولة طيب ناخد جوسف ونطلع ونصبح على يوسف ونقول له صباح الفل يا يوسف قالو قالو صباح الفل قالو قالو صباح الفل يا يوسف عامل ايه قالو يوسف سمعني اه صباح الفل عليك عامل ايه الحمد لله يارب تكون بخير دايما نؤمرني الحمد لله سمعك يا حبيبي امرني قالو طيب حاول تكلمنا تاني يا يوسف بصوا كده هصبع كمية الكفتة واحطها في الصاغ على ما ترجعولي الفطيرة اللي في الفرن يا حمد الله واكبر عليها تعال نبص عليها واحنا بنتلع فاصل هطلع فاصل ونرجع نكمل وصفاتنا او اتراف اي حتة ونستنياكم ورجعنا من الفاصل زي ما شفتوا كده صبعنا الكفتة بتاعتنا وحطناها كلها في صاغ وعليها يدوب رشة من الزيت ليه؟ علشان ان هي ما تلزقش هي هي كده كده اصلا فيها زيت بس هي مش تلزق بس على سين هو ايه يديها التحميرة الحلوة بتاعتها والتسوية هنحطها في فرن على درجة حرارة برضو 200 فوق وتحت بسم الله ونسيبها بقى تكمل تسويتها بتوزر لا اشغيت انت شجقتني انا حاسة بالسخنية بتاعت لا تعالى بقى يا حمدي كده قبل ما نبدأ في حاجة وقبل ما نشوف اسالة حبائبنا يا هالة معانا تعالى نبص على الجمال اللي عندنا بقى ده بسم الله الله و اكبر هنطلعها دلوقتي اه طيب حاضر سويني بس بسم الله يلا تعالى نطلعها سوا بسم الله بسم الله شكلها بيتكلم عن نفسه شكلها بيتكلم عن نفسه دقيق وملح وسكر وخميرة ومية دافية ده الاستندر الاساسي بتاع العجينة عملنا منه عجينة خدنا فيها بواق التلاجة كلها وعملناها زي ما انتو شايفين كده طيب هسيبها تهدى خالص وبعد كده نقلها على بلانشة ونبدأ بترانش مش سكينة علشان ما نوديش ونجيب لأ ترانش علشان يطعهلنا شرايح كده ونقدمها ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي طيب على ما انكفت بتاعتنا تستوي تعالوا بقى نشوف مع بعض كده اسئلة حبيبنا وكلامهم الحلوة قوي الا على السوشيال ميديا سازنك يا حمد ننزل البوستين بتوع السوشيال على الشاشة ده البوست الخاص بصفحة البرنامج البلديوكن مع الشيف نونة هشوف اسئلة حضراتكم وكلامكم الحلوة قوي اللي مكتوب عليه دلوقتي وهينزل كمان البوست الخاص بالانستجرام بي ان سي ايجيبت وهشوف برضو اسئلة حضراتكم اللي موجودة عليه مسامع يا هلا عناية لتنين حضر طيب هنشوف كده بسم الله الرحمن الرحيم بشكركم على كلامكم الحلوة قوي قوي تسلموني بجد ما شاء الله كمية الكومنتات وكمية الكلام الحلوة الله هو اكبر عليكم يعني طيب بصبح على كل حبيبنا اللي موجودين على البوست السوشيال ميديا فرحة وعمر خالص في المستقبل غدا عباس فرحة وحمد طبعا احمد ميدو هاني وموسى هنو كيمو هدير اسراء علي سنقسم سيمة المشتقل فردوس جيهان محمد تالة محمد يا رب لك الحمد أم رؤيا ورياض أميرة شامة محمد علي معتصم بسمة الأمل قرمة محمد أم ميدو أم يوسف حسن سامية خالد نور الإسلام مامة محمد وأنس الدعاء المستجاب مكة محمد بجد تسلمولي تسلمولي سومة أنس مش قادرة أشكرك أنا مش لايا كلام أشكرك بيه على الكلام اللي انت سأله يا سومة بجد ما تحرمش منكو أبدا متفقلة في زمن اليأس ربنا يا رب يجبر خطرك دايما أم سارة عبدالله أفرانك يا الله أم زين سارة روفان أم محمد جنة الرحمن نوسا خلود منار إسلامولي بجد 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 ما تحرمش منكم أنا لو عدت يعني ما شاء الله عندنا تلتمية وحاجة كومنت تلتمية وسبعة كومنت يعني على راسي من فوق أي حد كتب كومنت وقال كلمة حلوة على راسي من فوق طيب هشوف الأسئلة بقى اللي مكتوبة ونحاول نشوف أكبر قدر منها طيب قبل أي حاجة يا هالة الأسئلة اللي جات لنا في الحلقة بتاعت النهاردة إيه تمام وإيه كمام تمام طيب وإيه كان فيه ماسك للبشرة الدهنية صحي كده طيب هنبدأ أول حاجة بماسك بزور الشياء اللي اتطلب مننا النهاردة في الحلقة ماسك بزور الشياء دوت علشان إيه يا نونة أولا ده بيفتح حلوة قوي 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 للتفتيح بيجدد الخلايا بتاعت البشرة وفي نفس الوقت بيوحد اللون يعني لو عندك بقى من الشمس أو بشرتك الغمأة أو الكلام ده كله بيوحد اللون ما بنستخدموش على البشرة بس الرقبة والكوع والإيدين ولو جسم كله عايزة هيطلع معاكي زي الفرن طيب ماسك بزور الشياء دوت بنستخدمو إزاي أو بنعمل إيه أو بنجيب إيه مكوناتو محتاجة بزور الشياء من عند العطار وتكون نديفة ما بقاش فيها أشعة أو فيها سوس أو كلام ده كله تكون نديفة بحتاج معاها مية ورد بزور الشياء ومية ورد عندك حاجة من الاتنين يعني بتحط بزور الشياء وهي سليمة على مية الورد وبتقلبيهم مع بعض وبتبدأ إنه خليط عندك مطاط كده تبدأ تحطيه على أديك أو على وشك أو على رقابتك عشر دقيق أو أقل كمان من عشر دقيق وبتشليه بتخسلي وشك وبتمشي مية ورد كده في قطنة على وشك بيبقى زي الفورم طيب الطريقة الثانية إن انت بتتحنيه في المطحنة ناعم وبتحطيه وبتحطيه لو ما عنديش مية ورد ببدأ إن أنا أحط مية عادية من الحنفية وأبدأ إن أنا أخلطه بس خلوا بالكو إن ممكن معلقة واحدة منه تديكي المسك اللي انت عايزيه علشان بتحطيه المية تلاقيه تقل ممكن تحطيه المية تاني لحد ما يبقى عامل زي العجينة المطاطية في إيدك بتبدأ إن انت تحطيه على الوش سبيه خمس دقايق أو أكتر شوية بتروحي شايلان مية الورد بقى لازم في قطنة وبتعد كده بتعد ما تخسليه بتبدأ إن انت تمشيها على وشك والمنطقة اللي كان عليها المسك بيطلع معاك زي الفل وحلوة قوي نتيجته هايلة طيب الطلب مننا الطمية الطمية فيه ليها طريقتين فيه طمية النشا ودي الطريقة اللي بيستخدموها برا وهي عبارة عن إيه بتجيبي شوية مية وبتحط عليهم معلقتين نشا يعني هنقول نص لتر مية كوبايتين مية ومعلقتين كبار من النشا بتدوي بيهم على البارد وبعد كده بتروحي حطاهم على النار مع التقليب المستمر الخليط بيتقى المعاكي بتبقى زي المهلبية التقيلة كده بتفردي الخليط كله في طبق وتركينيه يبرط خالص وينشف هتلاقيه نشف معاكي كده وبرد خالص بعد كده بروح جايب بقى الخلاط بابدأ ان انا اروح ضربها حطاها في الخلاط وبحط معاها فص طم واحد وشوية من الزيت وملح وفلفل ابيض اكتر من كده مفيش هتلاقي بقى الزيت بدأ ان هو يفق معاها يبدأ ان هي فص طم واحد ما تقطريش يدوب بس ناخد تطعيمة اللي هي بتاعت الطمية اكتر من كده مبيحطوش طيب لو انت عايزة تعملي حاجة تانية بابدأ ان انا ايه اللي هي الطمية اللي انا بتحسوا ان هي يعني طمية بطاطس بتبقى بالبطاطس المهروسة بتهرسل بتسلق البطاطس كويس جدا وتستخد الميا بتاعتها بس انا بصراحة لما باجي اعمل الطمية بتاعت البطاطس بسلق البطاطس في حليب ليه يا نونة علشان استفاد بالحليب ده بدل الميا ما تتريني لا بأسر البطاطس واسلقها في حليب وقليل علشان ان هو ينشف مع البطاطس وابدأ ان انا اضربه في الخلاط مع فص طوم وشوية الزيت وممكن بروحطة معاها كمان معلقة من المايونيز بيطلع طعمها في منتهى الجمال واحلى كمان من برا تعالي طب ماشي حينايا يا حمد نطلع فاصل ونرجع نشوف بقية اسئلة حبيبنا ونبص على الكفتة اللي في الفرن بعد ما نطلع برضه علشان نحطيها في حماية كده ونزبط الأداء وتكون الفترة بتاعتنا برضت شوية ونبدأ نعطحها كل ده بعد الفاصل او اتراها في اي حتة ونسلم لكم ورجعنا من الفاصل عملت ايه في الفاصل بمساعدة طبعا يعني البطل بتاعنا اللي هو اي حاجة صابت لقوه داخل بصدره كده واوعي وانا اعملها لك وطب خلي بالك لا يا بتكلم عن حمدي فحمدي لما بيكون عندي اي حاجة او مش انا بس على فكرة اي شيء من الشفات وفي مشكلة مثلا مش قادريني شيء مثلا حاجة من الفرن او مثلا خايفين ان هي تقع او خايفين ان هي تتفك والكلام ده كله تلاقي حد كده شفته اسمه ايه اللي بيخش بسيفه ده اسمه ايه هيرو لأ حمدي تلاقي داخل ايه بس سيبها سيبها على الله ومعرفش ايه واللي ربنا صنده ما بيقعش تلاقي ان هو داخل كده بقلبي كده بدأ ان هو يتعامل المشكلة اللي كانت مقابلاني في الفاصل ان ما كنتش عارفة شير ورقة الزبدة من تحت العجينة فهو بحر طبعا رحمه لا مش لدرجة تسلم ايدك يا حمدي سبناها تبرد شوية تعالوا كده بالطرنش هنبدأ ان احنا نقطع الفطيرة بتاعتنا من جوه نشوف شكلها عامل ازاي انت عايزنا لفها بصوا كده هو حمدي فين بسم الله اقول لك الفها ما ردتش علي بسم الله بصوا كده بسم الله بص يا حمدي شايفين الاهم حاجه عندي العجينة مش ملكوكه شايفين الحشاشان بتاع العجينة عامل ازاي بصوا كده العجينة مش ملكوكه ما تيجوا كده نعمل كده طيب بسم الله بصوا كده بصوا كده بصوا كده ده اللي انا بتكلم فيه ان العجينة نفسها بصوا يا حمدي بصوا العجينة عامل ازاي مش ان احنا هنقول لا دي ملحيتش تستوي لا المنظر عامل كده ليه اللي عاجينة نفسها زي ما انتم شايفين كده الله هو اكبر عليها طيب نبدأ بقى ايه نعمل كده تتقطع طبعا شرايح زي ما حضراتكم شايفين كده نبدأ ان احنا نقدمها على طبق التقديم اهم حاجة نسيبها لما تبرد علشان تتقطع معانا بكل سهولة بالشكل ده بص دي يا حمدي بص بص الجبنة عاملة ازاي بتبدأ ان هي تتقدم بالشكل ده كده طب نونا هو احنا ينفع نفس العجينة دي بنفس الحشوة بنفس الكلام ده كله نعملها عبارة عن فطاير صغيرة اه طبعا ينفع الا هيخلى ما تنفعش مش عايزة اه يعني انا مش عايزة اقطعها كلها بس كفية كده ايه رايك كده تمام كده انا مش عايزة اكتر من كده بالشكل ده بالشكل ده كده يبقى كده تمام وزاي الفل طيب نجاوب كده على سؤالين كده لا غيرها ايه المقادير اللي جاهزة عندك طيب المقادير اللي جاهزة عندك ايه هيلة طلبات حبيبنى لا فيه المفروض فيه عملت قوليلي ايه اللي موجود عندك تمام طيب ننزل البيتزة اللي طلبت مننا في المقادير وننزل بعدها صوابع زنب ونتكلم عنه ماشي هتنزل دلوقتي يا حمدي صوابع زنب ومقادير البيتزة عشان حبيبنى اللي طلبوها مننا حالا على الشاشة تكتبوها معنا على ما نبص على الكفتة نعم طيب مقادير البيتزة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده الفتيرة اللي احنا عاملينها النهاردة دي العجينة ساعتها تنفع للبيتزة احنا قولنا استندر عجينة اي عجينة اساسية الاستندر اللي احنا استغلنا بيه النهاردة ده يدينا حاجة مضمونة طيب الخمس مكونات دول ممكن نعمل بهم البيتزة من غير اي اضافات عايزاتي وقترية معاكم الطعام وممكن نحط لها معلقتين حليب بودر ممكن نحط لها معلقة من الزبادي مش هتقول لنا لأ حبة من الزيت برضو مش هتقول لنا لأ كل دي اضافاتها تطلع معانا زي الفل طيب نونا عملنا العجينة وخمرناها زي ما انت ما عملت كده وبدل ما حشيها كده عايزة اعملها بيتزاية تماما اهم حاجة صلصة البيتزة نفسها تكون بردة وفي نفس النظام بالنسبة للحشوة لو انت هتحشي فراخ او لحمة او هتحشي اي حشوة تاني طيب عندي البيتزة عشان تطلع معانا مضبوطة بتتسوي على مرحلتين اول مرحلة ان احنا بنجيب صنية ندهنها دهنة زيت وارجع بعد كده اروح حطة في الارضية بتاعتها رشة من السميد اللي هو دقيق البسبوسة وبعد كده بروح حط عليها العجينة وابدأ ان انا افردها احط العجينة وابدأ ان انا افردها وبعد كده اخرمها من النص ابدأ اخرمها من النص طيب بعد ما بتتخرم من النص اعزا فويل بعد ما بتتخرم من النص بسيب الحروف هي اللي مرفوعة علشان تترفع معايا في الفرن بحطها في الفرن ايميت مثلا من 8 دقايق ل 10 دقايق ليه؟ علشان العجينة تتشمع العجينة تشمعت معايا وتمامه زي الفل ببدأ ان انا اطلعها اكون محضرة الحشوة بردة سواء لحمة فراخ اه ميكسي جبن باسترما بيد اه تونة ايا كان اللي انتو عايزينه ببدأ ان انا اروح حط الحشوة عليها بعد ما حط صلصة البتزا وابدأ احطها في الفرن 10 دقايق كمان الجبن تسيح الحشوة تتشمع مع بعضها يبقى كده تمام وزي الفرن هيا دي لا خلاص لا 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 خلاص دي كده عجينة البتزا بالنسباني عملت الصلصة حطيت الحشوة حطيتها في الفرن كملت تسويتها طلعتها ليه بحط رشة السميد اللي في الارضية دي علشان حتة البتزاية بتاعتنا تكون محملة يعني ايه محملة يعني ما تبقاش ان هي طرية ممسكش حتة البتزا في ايدي كده ولاقيها بتنزل من ايدي لا انا عايزة ااكلها تبقى مسكة نفسها ده علشان كده بنحط رشة السميد اللي تحت الارضية بتاعتها طيب دي البتزا ايه تاني عندنا عندنا بلح الشام بلح الشام اهم حاجة فيه علشان ان هو يطلع معاكي ما ارمش وما يبقاش ان هو يجي تاني يوم تلاقيه تري معاكي وشرب شرب شربات وعسل ويبدأ ان هو ينزل معاكي كده اهم حاجة ان انت تعجيني كويس البيت يكون مقداره مزبوط مقدار بلح الشام باستخدم ايه باستخدم كباية من كباية ونفس من الميا عليها كباية من الزقيق وبحط معاها اربع معالق من السكر وبحط معاها كمان معلقتين كبار زبدة او زيت الزبدة اطعم لكن الزيت اوفر الزبدة اطعم لكن الزيت معانا اوفر طيب بعد ما بعمل كده بحط الميا على النار مع الزيت ومع السكر يبدأوا ان هما يدخلطوا مع بعض ويغلوا وهم بيغلوا اروح حطى كمية الدقيق كلها مرة واحدة ولما بحط كمية الدقيق كلها مرة واحدة بكون محضرة معلقة خشب ابدأ ان انا اقلب بيها الدقيق كويس قوي علشان يستوي اروح رفع الحلة من على النار وافضل ان انا اقلب وارجعها تاني دقيقتين مع التقليب المستمر بيبقى عندي عجينة متماسكة عندي العجان ماشي ما عنديش العجان بابدأ ان انا حضر عنايا يا حمزي ما عنديش العجان بابدأ ان انا افردها على صينية علشان تتهوى كويس خالص او على رخامة المطبخ وابدأ بعد كده انزل بمقدار البيض اللي هم اربع بضاية بضاية علشان لحد مفعولها ميروح وابدأ ان انا انزل بالبضاية التانية طبعا معاهم فانيليا خلص المقدار خالص ابدأ ان انا اشكله طيب بقى لي على مرحلتين المرحلة الاولانية في زيت بارد وارجع بعد كده احطه على النار يبدأ ان هو يستوي معايا وارجع اسيبه يبرده خلص كمية كلها واسيبه يبرد وارجع بعد كده احطه في زيت سخن علشان يكمل التسوية بتاعته ويطلع معايا ما ارمش جيت بقى عشان التسقية بتاعته وده السبب طبعا الرئيسي ان البلح الشام بيترم مننا ما حطهوش واغطسو في الشرباط اما الاعمل اي يا نونة؟ لا بروح حطاه كله في مصفة واحط الشرباط من عليه ارسو او ارسو من عليه علشان يتشرب على الهادي في حاجة كمان نسيت اقول لكم عليها اننا في المقادير بتاعة البلح الشام مع المقدار الدقيق كوباية الدقيق بحط ربع كوباية او معلقتين كبار كده من سميد البسبوسة بيخليه انه هو ما ارمش وبيدينا لي كوام حلوة اوش طيب دي كانت حلقتنا النهاردة عملنا فيها كفتة الفراخ وعملنا فيها فترة الفراخ زي ما انتوا شايفين كده بطريقة سهلة وبسيطة وبنتيجة ان شاء الله مضمونة تنردك دايما اكون عندي حسن ظنكو وعايز اشوف تطبقاتكو الحلوة اللي دايما بتسعدني وبتفرحني اسبكو من النهاردة البكرة في حلقة جديدة عندنا بكرة حلقة برضو معجنات هتعجبكو جدا حاجات مطلوبة مننا كتير اتمنى ان انتوا تشوفوها ويتستفادوا منها اسبكو بقى على خير بتجدد لقاءنا عشر الصبح واللي فاتو حاجة من حلقة النهاردة بقدر يتابعنا تسعة بالليل بإذن الله ان شاء الله النهاردة يكون فيه لايف بعد الحلقة او على الساعة اتنين كده علشان نتكلم عن الاسئلة اللي احنا ما جاوبناش عليها اسبكو دايما بخير واسبكو دايما على خير وقولكو السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة